أعلن المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار قرر استئناف أعمالي وفعليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية وأضف رشوان أن الحوار سيبدأ فورا استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية على تناول عميق وشمل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية وأكد المنصق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خلص شكره لرئيس الجمهورية على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فعالية وعملية ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها